الرطوبة عالية اليومين دول في القاهرة بشكل كبير وكلام من الارصاد النهاردة بيقولوا ان الرطوبة ستصل في شهر اغسطس اللي احنا فيه الى 82% وده هيزيد احساسنا بالحر ارتفاع كبير جدا في الرطوبة وارتفاع في الاحساس بحرارة الجو لكن رغم حرارة الجو والرطوبة في مصر لكن ايضا في بقية الدول العربية هذا لم يمنع اللبنانيون انهم ينزلوا الشوارع نزول اللبنانيين المراضي للشارع اللبناني هو نزول بالعودة يعني انزول بالعودة خلاص اللي بيقرى المشهد السياسي في لبنان يرى ان كل مواطن لبناني نزل الشارع مش هيرجع بيته الا ولبنان متغيرة تماما لانه هم اجربوا من اربع خمس شعور النزول لا حد تشال ولا حد تحاسب ولا احواله متحسنت فقال لك لا بقى احنا قاعدين فيها مش مش شيء لكن ايضا على الاطراف هتفاجأ بان سفيرة لبنان في الاردن النهاردة بتعلن استقالتها بتعلن استقالتها بسبب الفساد الحكومي انت رايح لمسؤولة من المسؤولين في الدولة اللبنانية وتمثل لبنان خارج اراضيها رأيت كمواطنة قبل ان تكون دبلوماسية ان الحال اصبح شديد البؤس شديد الفجور وبالتالي شاركة مواطنية في هذه الاسناء نزل محافظ بيروت يتفقد مكان الانفجار وبيشوف الناس هتعمل ايه لكن تم رمي سيارته بالطوب تواصلنا معه منذ دقائق وطلبنا منه المشاركة انا الان داخل المستشفى بتلقى علاج هذه هي الاجواء طب ايه اللي خلى اللبنانيين ينزلوه ايه اللي شعل للجو اوي كده ما التفجير حاصل قرابة اسبوع حديث بشيل عون رئيس لبنان مبارح وحديث امين عام حزب الله حسن نصر الله حديث دايق اللبنانيين الناس لا يتحدثوا الا بيدفعوا التهمة عن انفسهم اتنين بيرفضوا تشكيل لجنة دولية للتحقيق المشاهد اللي انتوا شايفينها دي مشاهد الاعتداء على وزير التربية اللبناني الاحداث في حالة تصاعد المواطن اللبناني النهاردة بيعلى المشانق للفاسدين في كل ساحات بيروت هتتم شانق لحسن نصر الله هتتم شانق للرئيس اللبناني مش هلعون الاحداث تتساعد حيث لاوطن هو انا هرجع بيتي اعمل ايه اذا كان بيتي تكسر وتهدم وكله خراب هرجع بيتي واساسا ما فيهوش اكل ولا طعام طيب انا هعمل ايه انا اقدر كمواطن عربي شقيق لكل مواطن لبناني حجم ديقه وحجم حزنه اللي هو بيعمله لكن ايضا ليه عقلية حق كمواطن عربي شقيق ان انا ابعت له رسالة المشانق الرمزية هي اللبنانيين بيعلقوها النهاردة في بيروت بيقولوا للمسؤولين الفسدة لن نترككم لن نعود الى ديارنا خلاص بقى هو فيه اكتر من ان المواطن بيستجير بالمحتل الفرنسي ويكفر بالدولة الوطنية ده كفر بالدولة الوطنية عندما ترى كمواطن بان المسؤول او المحتل اللبناني افضل من المسؤول اللي من بني جنسك وجلدتك لكن عايز اقول المواطن اللبناني وهنا من مواطن مصري انا مثلا ارتعبت لما لقيت فيه هجوم منكم كمواطنين لبنانيين على مبنى وزارة الخارجية ليه؟ المبنى ده بتاعكم انتم اوعوا تعتادوا على المنشآت الحكومية كل منشآة هي بفلوسك انت هي ليست ملك للوزير الفلاني او العلاني وما تخلوش حد يستفزكوا ويولعوا النيران في مباني حكومية حتى لا تزدادوا الامور اشتعالة حاجة تانية اقفلوا الطريق على المسؤول بس بلاش ضرب المسؤول هقولك ليه؟ هقولك ليه؟ لان انا اخشى ما اخشى ان لو فيه اي مواطن لبناني قد يكلف بتولي مسؤولية في الحكومات القادمة والاهم القادمة هيخاف هيشوف المنظر ده بالضرب والكلام ده فعيكش هتجي تقولي كمواطن لبناني يعني انت مش عايز لي حتى مفعل على المسؤول يا عم ارفع له علامة حطوا صورته وعمل عليها اكس لكن بلاش لاعتداءات لان القصة مش عركة القصة هي رسالة انتو بتبعتوها وقد وصلت ومفروض تصل يعني الكلام ده لازم مهم احترسوا من الاستقطاب السياسي قولوا احنا لبنانيين لبنان للبنانيين لا للطائفية لا للطواقف اللي مزقكم هو تأسيمكم لستاشر طائفة مفيش النهارده مسيحي درزي مفيش سني مفيش شيعي كلام ده كلكم على قلب بعض كلكم لبنانيين يتولى المسؤولية سواء رئيس جمهورية او رئيس وزراء او رئيس مجلس نواب الاكفاء مفيش حاجة اسمها مسيحي ماروني يبقى رئيس الكمورية مفيش حاجة اسمه مسلم سني يبقى رئيس الوزراء مفيش حاجة اسمها مسلم شيعي يبقى رئيس مجلس النواب لكن فيها حاجة اسمها مواطن لبناني كف الكفاءة هي اللي مفروض تتصدر هتمروا بمرحلة انتقالية صعبة لكن على الاقل هتغيروا هتغيروا واستمروا استمروا في بقاءكم في الشارع لان انتو لما نزلتوا من اربع خمس شهور مفيش حد استمع اليكم معايا على الهاتف